أهلا بكم من جديد وعودة إلى سفرة مصر بالجزائر حيث يتوصل توافد الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهمة وقام سفير مصر بالجزائر بالتعاون مع ضع البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بمواصلة تقديم كافة تسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في آخر يوم من العمليات الانتخابية وكان اليوم الأول وثاني من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالجزائر قد شهد مشاركة فعالة وحشدة منذ ساعة الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع ويتوفد المصريون المقيمون في استراليا على السفرة المصرية للإدلاء بأصواتهم في سالس أيام التصويت وقال سفير محمود زايد سفير مصر باستراليا قال إن أمس واليوم شهد كثفة تصويتية بوصفه عطة نهاية الأسبوع موضحا أن اختيار معاد الانتخابات للمصريين في الخارج أعطى للمصريين في الخارج فرصة للأقبال في يوم إجازاتهم وأيضا يستمر توافد الجالية المصرية بكوريا الجنوبية للدائب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث هذا وتواصل السفرة المصرية في كوريا الجنوبية استقبال الناخبين المصريين حيث فتحت اللجان باب التصويت في التاسعة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية وأكد سفير مصر لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن أن العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة ويسر وقد استعدت السفرة بالكامل لاستقبال المواطنين المصريين كما انتهى منذ قليل في العاشرة من صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة اليوم أسالث من التصويت للمصريين في نيوزيلاندا بالانتخابات الرئاسية الفين عبا عشرين وفتحت سفرة مصر في العاصمة ولينغتون أبوابها أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية لممارسة حقهم الدستورية وكانت اللجنة الفرعية في ولينغتون بنيوزيلاندا أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين ثم تواصلت عملية التصويت في باقي المقاري الانتخابية حسب توقيت كل دولة ترجمة نانسي قنقر